بعد ترقب لمخرجات قمة طهران الثلاثية جاء البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتن جاء الرد بالتأكيد على التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ألاقشت القمة مسار أستانا بشأن سوريا بالإضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني وحرب روسيا على أوكرانيا ويلوح أردوغان منذ شهرين بشن عمليات عسكرية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وعلى صعيد تعليق الولايات المتحدة على القمة فقد اعتبر جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض زيارة بوتن لإيران على أنها تكشف غيابة نية لبوتن بإيقاف الحرب في أوكرانيا وكشف عن عزم واشنطن تكثيف العقوبات على روسيا في المرحلة المقبلة القمة التي قرأت في أوساط غربية سياسية على أنها رد على قمة جدة لإثبات الوجود الروسي والإيراني في المنطقة ترجمت بعض مخاوف دول غربية على أنها قد تفتح صفحة جديدة لاستمرار الإرهاب الإيراني على حد تعبيرها وتغيير بوصلة الاقتصاد العالمي بما يضافه لأعباء الحرب الروسية على أوكرانيا التي انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي سيما بعد العقوبات الغربية على موسكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة